فقال القرآن الكريم دائما يقول الله لا يهدي لا يهدي لا يهدي لا يهدي الكافرين لا يهدي الظالمين لا يهدي الفاسقين لا يهدي من هو مسرف مرتاب لا يهدي الكذبة لا يهدي كذا يطبع لك ما ذكرش هو ذكر هذا فقط ثم قال أيها الإخوة كالمستهزئ نعوذ بالله فيهدي من إذا؟ إذا كان لا يهدي كل هؤلاء فيهدي من؟ وكيف يزعم القرآن أو المسلمون أن الله هادي هو الهادي هادي العباد لا إله إلا هو كيف يعني؟ إذا كان لا يهدي هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء ولا أولئك ولا أولئك إذن يا هدي من؟ يا هدي من؟ هذه لا يجوز أصلا أن تكون جبهة طبعا أبحاث في الهداية والضلال والتوفيق والخذلان والختم والطبع إلى آخر ذلك وما يدور في هذا المدر أيها الإخوة أخذت حيزا كبيرا جدا في كتب علم الكلام والفرق خاصة بين أهل السنة أيها الإخوة وبين أهل الاعتزال مئين الصفحات كتبت في هذا الموضوع يعني لو قرأ هذا الرجل أو غيره بعض ما كتب في هذا الباب لما علم أنه مجرد عيال لعلم أنه لا شيء بالنسبة إلى أهل التحقيق في هذه الموضوعات هذه الموضوعات يعلمها كل أيضا من أخذ دور في علم الكلام معرفة ابتدائية لكن من توسع يعلم ساعة ما أدل به العلماء من هذه الفرق المختلفة في هذا الموضوع لن أصدع رؤوسكم أيها الإخوة بالحديث عن طريقة الأشاعرة وطريقة أهل الاعتزال وبعدين انضواء الفرق الأخرى مر إلى هنا ومر إلى هنا ومر لا إلى هنا ولا إلى هنا بين ذلك هذا موضوع تخصصي لكن سأعطيكم بإذن الله تبارك وتعالى وعونه الخلاصة أو كما يقال أزدبدأ والموضوع سهل جدا قرآنيا لكن أقدم له بمقدمة سريعة ثم أمضي إليه الله تبارك وتعالى يقول في آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكامات هن أم الكتاب إذا أردت أن تفهم الكتاب إذا أردت أن تقف على معالم الخطة الهدائية للكتاب الأعز عليك مباشرة أن تمضي إلى ماذا؟ إلى الآيات المحكمات طيب وأخر متشابهات الله قال مش كل كتاب محكم لا في آيات متشابهات وأخر متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تشابه منه سواء الكفار أو المنافقون المرتابون أو المدسوسون الذين يريدون أن يشبهوا على المؤمنين أمر دينهم يتركون المحكم يعطون إلى ماذا؟ إلى المتشابه يعبثون به أيها الإخوة فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تشابه منه باتغاء الفتنة وباتغاء تأويله قال الله تعالى وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُونَ آمَنَّا بِهُ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا اختلف السادة العلماء طبعاً حتى لموقف القراء هل؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وقف لازم هنا ميم يجب أن نقف ثم نستأنف بالقول وَالرَّاسِخُونَ أَمْ يَجُوزَ النَّمْطِ وَتَكُونَ الْوَا وَلِلْعَطْفِ يعني يعلم تأويله الله وَالرَّاسِخُونَ الذين ذكر الله من حالهم أيضاً أنهم مؤمنون يقولون آمنا به كل من عند ربنا مذهبان مذهبان للسادة العلماء على مر التاريخ منهم من قال متشابه الكتاب واقع في حيز ممكن العلم يمكن أن نعلمه يمكن أن نكشفه يمكن أن نفهمه ومنهم قال لا المتشابه يوكل أمره إلى الله على كل حال لن أخوض في هذه المسألة سأقول كلمة يا إخواني سيقول بعضهم لماذا؟ إذا كان الله تبارك وتعالى يبغي هدايتنا وإرشادنا ودلالتنا أحسن دلالة لماذا حشر المتشابه في كتابي؟ أنا أقول لكم للحق وليس للتنصل لو خل الكتاب الأعز من المتشابه لكان أحرى أن يشك في أمره أقول لي طبيعي يا أخي طبيعي يا رجل يا رجل أنت الآن وأنت متخرج أستاذ يا سير أنت بروفوسور في النقذ الأدبي لو ألقي إليك كتاب في علم لم تعرفه اشتبه أمره كله عليك على أنهم العلوم الإنسانية يعني التي يعلمها الإنسان يعلمها الإنسان علوم أنتجها الإنسان أدركها الإنسان ومتاحة أنت الآن وبعض الناس حتى يفتقد القابلية لو راح يدخصص لن يفهم هذا العلم في بعض العلماء لم يستطع أن يحذق أي علما آخر بعضهم الحساب الرياضيات بعضهم الطب اللي ما من نوي عهالم ذكي جداً جداً وعقل ما شاء الله جبار رجل الله ذهب يدرس قانون ابن سينة يتعلم الطب قال أسبوع كامل أسبوع ما شاء الله أربما يحفظ فيه خمس مجلدات قال أمضيت أسبوعاً كامل لم يعلق شيء بذهني أظلم قلبي قال وأظلم قلبي فتركته كله ميسل لما خرق له العلم الصيوطي مؤلفات الصيوطي في آخر الدراسات قريبة من ألف مؤلف بحر هذا الرجل بحر من بحار العلم وعجوبة من أعاجيب هذه الأمة بل من أعاجيب بني الإنسان الصيوطي في القرن العاشر سعمائة وتسعة للهجرة قال العاشر الهجري الصيوطي ذهب أيها الإخوة يتعلم الحساب الحساب شوية حساب لم يعرف شيئاً قال وإلى اليوم حين أتعاطى مع مسألة فيها حساب كأنني أتعاطى جبلاً على أصدر تختلط المعين عندوش قابلية في أشياء حسابية رياضية ما عندوش خلاص المغزى من كلامي لو خال الكتاب من المتشابه هو الكتاب وتحدث عن ماذا لا يتحدث عننا فقط وعن دنيانا وعن العالم المشهود المحسوس من الأول قائل لك أنا أتناول قضايا المشهود المحسوس وأهم من هذا أتناول عوالم الغيب الآخرة وغيب الغيوب يحدثنا عن نفسه لا إله إلا هو وعن شؤون الله لا إله إلا هو انتبهوا عالم الموراء عالم الغيب يا إخواني ليس كما قد يظن بعض السذج من الناس أنه مجرد امتداد سحيق للمحسوس المشهود تماماً كامتداد الكون إلى أطراف لم يبلغها الرصد العلمي هيك الغيب غير صحيح عالم الغيب يختلف عن هذا العالم دستوراً وقانوناً يختلف بطبيعته وماهيته يكفي فقط أن نعلم أننا في عوالم الآخرة لا نفنى لا نموت هذا الآن في الدنيا غير مفهوم ومستحيل كله يفنى كله يموت يعني معناها تقريباً هناك عالم من اللا تغير ما في تغير ما بنشيخ ما بنكبر ما بنهرم أبقى شباباً تبقين شواب أيها الأخوة شيء حجيب قال نشأة أخرى الله قال هذه نشأة أخرى محكومة بدستير مختلفة بقوانين مختلفة ليس كذلك؟ هذا هو عالم الغيب ليس مجرد امتداداً في الزمان والمكان لعالم الحس والشهادة غير صحيح طيب كتاب عزيز يتحدث من وراء سدف الغيب أيها الأخوة عن عالم الغيوب يقع فيه المتشابهة أو لا يقع ينبغي أن يقع ينبغي أن يكون فيه متشابهات كثيرة ولمن صحيح أنا أقول لكم كما قال تعالى وهذه المتشابهات لن يوفق إلى فهمها من في قلبه مرض من لم يعمر الإيمان قلبه لماذا؟ لأن الإيمان هو إيمان بالغيب يؤمنون بالغيب أما الذين نسأل الله أن نكون منهم بحق لا إله إلا الله أما الذين عمرت قلوبهم أيها الأخوة بالإيمان بالإيمان بالغيب فهم الذين يبدأون أيش يقاربون هذه المتشابهات ويلوح لهم شيء بعد شيء من معانيها الغامضة البعيدة التي لا تنتمي إلى هذا العالم المحسوس المشهود واضح يا أخواني هو هذا فضروري أن يقع المتشابه في كتاب الله تبارك وتعالى لكن من وراء هذا القول أقول كل ما يبدو متشابها لنا إنجاز فك الاشتباه فيه فك الالتباس فك المعنى الذي غبي وعمي علينا بطريقة عقلية بيانية لغوية غير ذلك فعلنا ولا حرج فعلنا ولا حرج وهذا ملتأم بمذهب العلماء الكثيرين الذين قالوا المتشابه قابل للعلم وقابل للفهم طبعا في رأسهم أكثر من يحتاج لهذا وأتى بأدلة كثيرة شيخ الإسلام ابن تيمية قال المتشابه قابل للعلم وعلى فكرة رأي جماعات كثيرين من السادة الأشعرية أنه قابل لأن يعلم هذا ملتأم بهذه الطريقة يا إخوان الآن باختصار سنسأل هؤلاء الشاغبين أو المشاغبين والمشبهين نقول لهم الله تبارك وتعالى حين لا يهدي ولا يتأذن أن يهدي الكافرين والظالمين والفاسقين والطغا والعياذ بالله من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون لماذا لم يهدهم لأنهم طغا طواغيط والعياذ بالله والطغا أيها الإخوة وأشكال وأمثال هؤلاء ما معنى هذا كيف أنه لا يهديهم يعني واحد سنسأل هؤلاء نقول لهم هل معنى أنه لا يهديهم لا يرسل إليهم المرسلين يمنع عنهم سماع البيان ممنوع أن يسمع القرآن أو التوراة والإنجيل ممنوع ممنوع واحد يقول لي إيش علاقة القرآن والتوراة إنجيل بالهدى ما الله قال ذلك الكتاب العربية فيه هدى للمتقين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وهكذا طبعا الهداء الإلهية تكون بالبيان بالكتاب بالشراء الإلهية ولا أحد يقول بهذا بالعكس الله قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وكل نبي كان يبعث في أمة يقول لهم يا قومي يا قومي يدعو الكل بالاستثناء وحرصه على من لم يؤمن ولم يسمع أكثر من حرصه على من قد آم بحمد الله تبارك وتعالى يظلون يلاحقون ماذا الشاردين الشاردين السادرين يلاحقونهم بالآيات حتى يملوهم يقولون أكثرت علينا يا نوح جادلتنا فأكثرت جدالنا 24 ساعة 24 ساعة خلص خلي عنا اتركنا وشأننا حريص النبي حريص ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد مستحيل طبعا لا 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 الله تبارك وتعالى يريد إسماع كل هؤلاء وهو حريص على هذا من أجل هذا نبأ النبيين وأرسل المرسلين وأنزل الشرائع بالبيان المبين بالبيان المبين وما على الرسل إلا البلاغ المبين بلغوا بلاغا مبينا البيان المبين وحي الله يريد وحي الله تبارك وتعالى إذن ليس هذا المعنى هتقول ليه طيب والقرآن واضح أن هذه الهداية مبذولة للناس جنعا مبذولة لأبي جهل وأبي لهب كما بذلت لأبي بكر وعمر وعلي وعثمان أليس كذلك إذن ليس معنى أن الله لا يهدي قرآنيا انتبهوا مش من عندنا تفاصلات وإنما قرآنيا ليس معنى أنه لا يهدي أنه يمنع هذه الهداية الآن القرآن مدرجم تقريبا إلى معظم لغات العالم يقرأه كل بلغته والعلماء أجازوا هذا بل حبذوه بمعونة أهل الخير وأهل مال من صالحي المسلمين على نشره في العالمين يقرأ كما أن الكتاب المقدس منشور بكافة اللغات حول العالم ولا ما الصحيح الكل يقرأ هناك من يهتدي وهناك من يكفر هناك من يزداد كفرا كلما قرأ شيئا كلما فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيئ يجيهم نبي يجيهم عتوا والعياذ بالله ولا يزيدن كثيرا منهم كثيرا مفعول به وين الفاعل ما أنزل إليك يعني القرآن الكريم يعني الذي أنزل إليك ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا مرتين في موضعين متقاربين من المائدة بزداد وكفرا وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أيض كثيرة لن أتقصها تؤكد أن إرسال النبيين وإنزال الشرائع وتلاوة الوحي وسماع الوحي لا يزيد أنفارا أو لا يزيد أناسا والعياذ بالله معروفين بصفاتهم إلا ماذا إلا خسارا وضلولا ونفورا وعطو واستكبارا على أنه يزيد المؤمنين ماذا هدا وإيمانا وتسليما وسكينة وراحة لا إله إلا الله ما الحاصل ما الحاصل انتبهوا الآن نظرية نظرية يشغبون على القرآن الكريم ليس بمثل هذا يشغب على كتاب الله إذن هداية الله أيها الإخوة التي دل عليه الكتاب العزيز هدايتان هدايتان هداية عامة وهداية خاصة الهداية العامة تنقسم إلى قسمين كله في القرآن الكريم هذه نظيرة قرآنية هداية عامة تكوينية وهداية عامة تشريعية وحيانية نسبة إلى الوحي الهداية العامة التكوينية يعني الخلقية القدرية من غير آيات الوحي مثل ماذا؟ مثل خلق كل مخلوق على الهيئة وبالإعداد الذي يصلح له بحيث عده الله تبارك وتعالى إعدادا يجعله لائقا وصالحا بماذا؟ بتعاطي مصالحه وقوام حياته على ضعفه أو قلته أو صغره أو عظم جرمه بغض النظر قال تبارك وتعالى قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا هذه هداية تكوينية حتى الفطر الفنقس ما هو الكائن هذا؟ يدرسوا عنه في الأحياء ما هو الفنقس هذا؟ والله يا أخواني تقرأون عنه عندي خطبة قديمة من زواء 20 سنة شيء عجيب هذا الفنقس هذا الفطر تتصرب بطريقة كأن لديها ذكاء وخطة ومكرا شيء لا يكاد يصدق طب عندك النمل والنحل والذباب والأشياء وعندك الدنسول والفيل كله سبحان الله قال تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى هذه هداية تكوينية هداية تكوينية في الخلق في الخلقة في الإعداد وفي هداية تشريعية عامة هداية عامة تشريعية كما قلنا وإن من أمة إلا خلى فيها نذير ولكل قوم هاد وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله هذه الهداية بإنزال الوحي أيها الإخوة وتبليغه عامة وغير عامة عامة لكل من بعث النبي إليهم الآن النبي محمد بعث لمن للعالمين نحن مأمورون أن نوصل هذا الكتاب العزيز إلى العالمين حتى تقوم عليهم الحجة ينبغي أن يترجم وأن يشرح وأن يفسر وأن يذبع وأن يدفع عن حياضه بكل الوسائل والطرق العلمية المحترمة المسؤولة حتى نبلغ ماذا؟ ديننا هداية عامة ولا مش عامة؟ عامة جميل تبقى الهداية الخاصة تبقى الهداية الخاصة هناك هداية خاصة في القرآن الكريم ما هي الهداية الخاصة؟ الهداية الخاصة لا يحظى بها ولا يسعد بها اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك إلا الذين تضوأوا بأضواء الهداية العامة واستجابوا لها وذلت بها ألسنتهم وقلوبهم سمعوا الحق فقالوا بعد أن خشعوا حق واضح أنه حق عليه من خير الحق وبدأوا يذعنون وبدأوا يخرجون من حيز التصديق إلى حيز العمل التصديق بالجوارح والعمل هؤلاء لا ينتظرهم يا الله إلا مزيد ماذا؟ هداية يهديهم الآن هداية خاصة هذه الهداية ستقول لي آه الآن فهمت نحن في سبعة عشرة ركعة مفروضة في اليوم والليلة نضرع يا الله اهدنا الصراط المستقيم نطلب الهداية العامة أو الخاصة الهداية الخاصة لأننا مهديون هداية عامة نحن موحدون بفضل الله مسلمون موحدون ماذا نطلب هداية؟ اهدنا الصراط المستقيم الهداية الخاصة سأشرح لكم ضروبا منها وأقساما ومصاديق قال تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم تقوهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدا ازدادوا إيمانا فزادتهم إيمانا وعما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم ريسا إلى ريسهم الآية الواحدة تنزل تزيد المؤمنين هم مؤمنون يزدادون إيمانا كما الكفار يزدادون كفرا أو الطغى يزدادون طغيانا وأما المرض والمنافقون يزدادون أي مرضا ونفاقا وشرودا واضح جدا ويهدي إليه من أناب ويهدي إليه من ينيب هاي شهيب تبدو تقول لي ينيب وأناب أي إنسان مؤمن وأناب إلى الله الله يهديه خاصة ولا عامل الآن الهدايا هذه خاصة واضح أنها خاصة افهموا إذن ويهدي يقول لي بإيش تكون الهدايا الخاصة أوسع مصداق معنى للهدايا الخاصة المعونة أن الله يعينك والتيسير كما قالوا التيسير علامة الإذن وأقول لكم التيسير علامة الإذن وعنوان الهدايا الخاصة عنوان لأعظم مصادق الهدايا الخاصة المعونة بعض الناس يعرف الحق ويخشع له لكن لا يجد باعثا قويا يجعله إيه يعمل به صحيح هو يحتاج عنه إلى هذا إلى هدايا يقول اهدر الصراط المستقيم يقول سيد الخلق وحبيبه الحق صلوات ربي وتسليمات عليه روحي وأرواح العالمين له الفداء يقول يا معاد والله إني لا أحبك يا السلام هنيئا لمعاد لا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم آعني على ذكرك وشكرك وحسن حبادتك لأنه إن لم يعنك وأنت تعلم أن الخير كل الخير والفلاح كل الفلاح والنجاح كل النجاح في ماذا؟ في ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم اجعلنا من أهل هذه الصفات العالية يقول له يحبك والله يقول له أني لحبك دائما اضرع إلى الله ألض بهذا الدعاء بعد كل صلاة خلف كل صلاة عقب كل صلاة اللهم أعني طلب لهذه المعونة هو طلب الهداية الخاصة إذن الهداية الخاصة أعظم مصاديقها المعونة والتيسير على ما فيه رضا الله والنجح والفلاح بإذن الله تبارك وتعالى من مصاديقها أيها الإخوة وصورها تعرفون ماذا؟ الوحي الذي ينزل على الأنبياء هذا هداية خاصة لمن؟ للنبي الله يدي هداية لأنه النبي هذا يكون مؤمنا قبل ذلك قال تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُجْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ قَبْلَ أنْ نُؤْتِيهُ النُّبُوَّةِ كان ماذا؟ كان مؤمناً وحداً فيزداد هداية بماذا؟ بالوحي أو بالإلهام أو بكل ما يدلقاه الأنبياء في حقهم هداية خاصة إلى العامة إلى العامة في حق غير الأنبياء الرؤية الصادقة هداية خاصة في حق غير الأنبياء الإلهام والتحديث والكشف الإلهام والتحديث والكشف الذي يسره الله لأولياء الله اللهم اجعلنا من خاصة أوليائك وأحبابك وخلصانك هذا ما الهداية الخاصة؟ ما الهداية الخاصة؟ التفهيم أن تقرأ كلام الله فتفهم فهما إي سليما دقيقا راشدا هذه هداية خاصة قد لا تفهم منعت هذه الهداية أن تفهم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما هذا من الهداية الخاصة تفهم عن الله وتفهم عن رسول اللهم فهمنا عنك من الهداية الخاصة ولا أستقصي أيها الإخوة تحبيب الإيمان إلى قلبك تحبيب الإيمان إليك وتزينه في قلبك وتكريه الكفر والفسوق والعصيان حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان إذا هداك الله بهذه الهداية سيعتيك زمان تقول الله أكبر على الزمان كنت أسعد فيه بالمعصية الفلانية والآن أقذرها مجرد تفكيري فيها يجعله ليشمز وكنت لا أجد السعادة والراحة إلا فيها هذا أثر لماذا للهداية الخاصة لما علم الله صدقك وأخباتك وإنابتك هداك بهذه الهداية الخاصة فكره إليك المعاصي بعد أن كره إليك الكفر والفسوق كرهتها بإذن الله فاهدنا الله هم بهدايتك الخاصة إخواني وأخوات انتبهوا موضوع الجبر والاختيار في القضاء القدر الإنسان مزير أو مخير يتعلق بالهداية العامة أو بالهداية الخاصة لا بالهداية العامة بالهداية العامة فالإنسان مخير فيما له علاقة بالهداية العامة الله تبارك وتعالى لا ينزع منك اختيارك ولا يسلبك حريتك حتى إذا سمعت الكتاب وسمعت الهدى لم تفقه ونفرت منه لأنك مكتوب عليك أن تكفر به حاشا لله غير صحيح واضح طب واحد يقول لي ما موقع الهداية الخاصة في ملف وقضية القضاء والقدر الجبر والاختيار لا موضع له ملوش علاقة هذا انتبهوا لا تبحث عنه ملوش تكلم فقط في الهداية العامة في الهداية العامة طيب قول الحق تبارك وتعالى الآن أعطيكم امتحانا تطبيق دخلنا للتطبيق أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وأما ثمود فهديناهم في فصلة فاستحبوا العمى على الهدى واحد يقول لي والله ما فهمنا شيء بقول هديناهم فلم يهتدوا لا بالعكس لأن تفهمون كل شيء ما معنى هديناهم الأولى الهداية العامة بعدنا إلى ثمود النبي صالحا عليه السلام ليس كذلك وتلع عليهم الآيات وأظهر لهم المعجزة ناق من الصخر يا إخواني لا إله إلا الله تشرب كما تشرب كل هأنوقهم ودوابهم وتعطي لبنا كما تعطي كل النوق آه يا عجيب كفروا بها وجحدوها وذبحوا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي فسواها ولا يخاف الأخرى لا إله إلا هو تمام إذن وَأَمَّا ثَمُودُوا فَهَدَيْنَاهُمْ بَأَيْ هِدَايَّةِ الهداية العامة فاستحبوا العمى على الهدى بمختضى ماذا؟ اختيارهم لأنهم أحراط الله لا يجبر واحداً لو أراد الله تبارك وتعالى أن يهديك بالهداية العامة جبراً عنك يستطيع أو لا يستطيع؟ طبعاً يستطيع وترى نفسك مهتدياً مباشرةً لكنه لم يقم خطة الخلق والتكليف والابتلاء على هذا المعنى إنما أقام خطة التكليف والابتلاء على ماذا؟ على الحرية والاختيار هو أعذر إليك بأن أتاح وبسط لك الهداية العامة مبينة بليغة مبينة أيضاً واضحة وباختيارك قال إنا هديناه السبيل هداية عامة ولا هداية خاصة؟ هداية عامة إما شاكراً وإما كفورة بمختضى ماذا؟ اختياره بمختضى اختياره واحد يقول لي طب والذي اهتدى بالهداية العامة ما جزاؤه في الدنيا؟ الهداية الخاصة ويزيد الله الذين اهتدوا هدا ويزيد المؤمن إيمانا بضروب ومصادق الهداية الخاصة الكثيرة بإذن الله تبارك وتعالى الأمر منتظم واضح تماماً إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفرهم ولا ليهديهم أي هداية هنا؟ الهداية الخاصة لأنه كفر بالهداية العامة فلا نصيب له من الهداية الخاصة إذن أينما وجدتم في كتاب الله تبارك وتعالى الله عز وجل ينفي هداية الكافرين الظالمين الفاسقين وأنه لا يهديهم اعلموا أنه يتحدث عن ماذا؟ عن الهداية الخاصة ولا يتحدث عن الهداية العامة إن جاء متنطع بقول محكور فقال ولم لم يهديهم بالهداية الخاصة؟ نقول له يا أستاذ الأزاتيذ يا فيلسوف العقائد هو لا يهديهم بالهداية الخاصة حتى ينتفعوا بالهداية العامة طب فلم لا يهديهم بالهداية العامة؟ نقول له يا فيلسوفنا هو ليفعل هذا حتى يسلبهم اختيارهم هل أنت موافق على هذا؟ أن يسلبنا اختيارنا وحريتنا؟ وأنا أقول لك وحينئذ لن تكون هداية ستكون شيئا آخر وهو الشيء الذي نفاه عن فعله تبارك وتعالى ولم ينسب نفسه إليه بعدله وحكمته ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولم صحيح؟ لا جعل الناس أمة واحدة إن شاء ننزل عليهم بالسماء آية فظلت أعناقهم لها خاء لكنها خضعين لا يفعل لماذا؟ كما قلت لكم الخطة ماذا؟ ابتلاء تكليف بمقتضى ماذا؟ الحرية الحرية والاختيار الحمد لله هذا هو كتاب ربنا هذا هو معتقدنا هذا هو فهمنا في كتاب ربنا لا تغبر علينا لا تشبه علينا